احيانker الناس اللي بتسأل اللي حصل في الكويت اللي حصل في الوقت ويعتبر مش اقول انقلاب يعني لكنه انقلابwatch في الحقاد الديمقراطية وما يعني ما يسمى بالحقاد الديمقراطية في الكويت. بما يكون الكويت يعني كان تعتبر من الدول العربية اللي يعني كان فيها بريال ديمقراطية وهو مجلس الامة الكويتي المنتخب اه من الشعب في انتخابات تبدو حرة ونزيهة او يغلب عليها الطبيع النزاهة يعني. فيعني كان يعتبر عندها بصيص من الديمقراطية لكن جاء اه امير الكويت اه الامير مشعل الاحمد الصباح ومسح الكلام ده باستيكا. اه حل مجلس الامة اللي هو بمثابة مجلس الشعب. المنوط به طبعا اه اصدار القوانين والتشريعات. اه وكلف نفسه هو ومجلس الوزارة ان هما المختصين بسن القوانين والتشريعات بمرسيم القوانين. الامر التاني الغى بعض مواد من الدستور تمكنه وتمكن برضو مجلس الوزارة ان هما يتحكموا في الحدوتة كلها. هو طبعا ما لغاش العمل بالدستور ككل ولكن هو بعض مواد الدستور. فعايز اقولك ان هو للأسف يعني قضى بشكل مباشر على يعني زي ما قلنا ايه بريال ديمقراطية اللي كانت موجودة في الكويت. ربنا يسطر. اشتركوا في القناة